نحن الآن نتواجد في قارج جدرايا الواقع جنوب غرب كفر حلب والتي تم استهدافها البارحة من قبل طائرات الاحتلال الروسي بغارتين بأربع صواريخ شديدة الانفجار ما أدى إلى دمار حي كانت تقتنه عوائل مهجرة من ريف حلب الجنوبي لهذه المنطقة التي كانت تعتبر أمنا نسبيا قبل أن نتم استهدافها القصف أدى إلى دمار الحي بشكل كامل وارتقاء عائلة مؤلفة من ست أفراد كانت تقتن هذا المنزل الذي يقع خلفي بشكل مباشر عملت فرق الدفاع المدني على انتشال العالقين تحت الأنقاض وانتشال أيضا المصابين ونقلهم إلى المشافئ الميدانية فيما وصلت طائرات الاحتلال الروسي استهداف محيط المنطقة خلال عمل فرق الدفاع استهداف الطيراء الحربي مساء بأربع صواريخ شديدة الانفجار عبر غارتين جويتين قرية جدراية التابعة لبلدة معارة النعسان الاستهداف نتج عنه عدد كبير من الشهداء والجرحة استشهاد أربع نساء وطفل ورجل مسن عجوز تسبب الاستهداف بخمس جرحة تسبب دمار هائل جدا في حي كامل في هذه القرية هناك أيضا كان نفوق لبعض الحيوانات بسبب الاستهداف الأضرار المادية كانت كبيرة جدا الحي معد يصلح للسكان تعاملت فرقنا مع هذا الاستهداف وقامت بانتشال جثث الشهداء وإسعاف الجرحة إلى أقرب نقاط طبية وتأمين بعض العوائل بسبب دمار بيوتها فتم أخلاقهم إلى منطقة حربانوش القريبة من إدلب ترجمة نانسي قنقر